الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الحدث الذي اتهمت فيه عائشة واتهم فيه بيت النبوة برغم آلامه برغم آلامه قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم أي خيرية ما الخيرية اللي هو القرطب يقول إن ما فيش حاجة اسمها شر مطلق ولا خير مطلق في الدنيا هنا كل نسبي أي شر ففي طياته خير ده مختصر كلامه وأي خير ففي طياته شر إنما الخير الكامل الجنة والشر الكامل النار وما عدا ذلك فهو خير مشوب بشر أو شر مشوب بخير طيب الخيرية هنا إيه في الأخرة الجزاء عظيم في الأخرة ومن مناطات الخيرية إن القرآن وضع منهج لمواجهة الشائعات تخيلوا إن قبل هذا الحدث كان أي حد يقول أي كلام يبقى مصدق حرف زي زي السوشيال ميديا دلوقتي السوشيال ميديا أي حد يقول أي كلام يتصدق وينتشر وشائعات تملى الفيس وتملى اليوتيوب وتملى تويتر وتملى تملى كل حاجة شائعات تتقال تملى الدنيا كلها ده رجعنا لما قبل نزول هذه الآيات أول ما نزلت هذه الآيات المسائل تضبطت إزاي كان قبلها أي حد يتكلم والكلام يتنقل إنما مجرد ما نزلت الآيات ضبط القرآن هذا المنهج إزاي إن أي شائعة قال المتكلم أولا يكذب الأصل في النكذاب إزاي قال الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين مش كنت تقوله كده مش كنت تعمله كده فده للبعد كده بقى وصلك شائعة وصلك اتهام بعرض إنسان أو إنسانة تقول هذا إفك مبين أو تقول سبحانك هذا جهتان عظيم يبقى اسمها إيه ده الأول الدليل الأول أو الوسيلة الأولى خط العلاج الأول نحن نتعامل مع الشائعات إزاي يبقى يظن إن الإنسان ده كذاب أولا كده نيجي للحاجة التانية مش أنت بتتكلم إيتنا بالشهود إيتنا بالإثبات إنما كان قبل دي المطالب بالإثبات إنه بريء المتهم المتهم نفسه مش المتهم بريء حتى تثبت إن أنتو لا المتهم مدان حتى يثبت براءته لما نزلت بقى الآيات ضبطت الموضوع أول حاجة اللي بتكلم كالزاب تاني حاجة لا يصدق يعني تاني حاجة إنه يأتي بالإثبات والإثبات هنا إيه لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء واحد يقول إن فلانا زنت هات أربع شهود بس فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون والشهود دول لابد أن يكونوا جميعا رأوا الحدث بأعينهم واللي بتكلم ده لابد أن يكون هو أيضا رأى الحدث بعينه غير كده ما ينفعش يتكلم ولا يقبل كلامه طيب افرض واحد شاف بعينه وقال وما جابش شهود مع إن الحدث حصل إلا إنه بيجلد ثمانين جلدة طبعا ده اللي يعمل ده الحاكم مش أي حد غيره تسقط شهدته في الناس يعد من الفاسقين تسقط شهدته في الناس يعني ما ينفعش لا يشهد له على جواز ولا دين ولا في أي حتة في الدنيا ويعد من الفاسقين موضوع كبير جدا جدا طب هيجيب شهود أربع شهود يكونوا جميعا رأوا بأعينهم تقول لي ده صعب جدا ده يجيب المستحيل خلاص يبقى حضرتك ما تتكلمش ما تتكلمش النبي عليه الصلاة والسلام نهى والقرآن واضح جدا جدا في توجيهه والصحابة منهم من تعامل بهذه الطريقة اللي هي الخطوة الأولى أو الوسيلة الأولى اللي هي مسألة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرة زي أبو أيوب الأنصار بيقول لي زوجته لو كنت مكان عائشة أكنت تخنين رسول الله قالت لا فبتقوله وأنت لو كنت مكان صفوان أكنت تظن بحرمة الرسول الله سوءا قال لا قالت والله لعائشة خير مني ولا صفوان خير منك يبقى الكلام ده كلام باطل أرأيتم يبقى ده منهج مهم جدا في موجهة الشائعات بل هو خير لكم وده دليل من دلالات الخيرين اللقاء جديد إلى أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة